السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم يا أجمل متابعين إن شاء الله يرب تكونون بأحسن حال يا هلوغلا فيكم نوريني جميعا وحياكم الله في قصة جديدة من قصصنا ولكن قبل ما نبدأ بسرد القصة صلوا عن نبي اللهم صلي وسلم عليه اللي مو مشتركين عندي في القناة يلي تضغطوا على زر الاشتراك وعطوني لايكات كثير لهذا الفيديو ولمحبين القصص حلقونا في قوائم التشغيل في قسم قصص حقيقية أستمتعوا بسماعها ونبدأ بقصة اليوم ويقول صاحب القصة يا هلوغلا أول شي أنا شاب وعمري 32 سنة متزوج وصار لي ثلاث سنوات وعليها فأنا طبع ما أحب الرسميات كثير دائما مبتسم مع الكبير والصغير وأكره التعقيد يعني مرع على قولتهم فلة أفهم في الزواج وأعرف منتطلبات الزوجة ورغبتها وأحل مشاكل زوجية بس الحين تقدرون تقدرون صرت زي اللي يقدر يعالج ناس وما قدر يعالج نفسه فأنا بديت أتغير بديت أتعب من التفكير بديت أكره كل شي كل يوم أنا أسوأ من الثاني والسبب أنتم سموه اللي سموه المهم أنا ببدأ السالفة معاكم الوالد والوالدة طبعا باتفاق مع خالي وزوجة خالي الله يسعدهم دنيا وآخرة قالوا نبغى نزوج فلان اللي هو أخوي اللي أكبر مني البنت خالي لأنه من أول خاطبين بعض فالمهم جابوا الشيخ اللي حنا نسمي المملك عشان يعقدون للزواج طبعا أكيد وقت الملكة لازم نحضر والأقارب يحضرون فجيت وكل الأقارب متجمعين المهم جاء أخوي عند المملك وقرأ وسو العقد وابتسامات وهات لك ضحك ومبروك ومن ذا الكلام طبعا في أنا وأخوي اللي أصغر مني جارسين جنب بعض ونعلق ونضحك فجأة كده أبوي ناداني أنا وأخوي اللي جنبي قال وش رأيكم تملكون المشكلة يعني قال هذا الكلام قدام الناس يعني عني صافية طبعا فأنا سألت نفسي يعني من اللي بأخذها إنه شي ضحك صح قالوا يعني بنت خالك اللي هي أصغر من اللي ملك عليها أخوك وأخوي اللي أصغر مني يأخذ اللي أصغر منها يعني فهمتم كلنا الثلاثة بيزوجونا من بنات خالي اللي أخذ منه أخوي الكبير فالمهم هذاك الوقت صار فيه نقاشات وكذا فيه ناس أيدوا الوضع وقالوا والله منها فكرة وأريح لكم الحين وعسى أن ربي يكتب لكم اللي فيه الخير فأنا الحين طحت في ورطة يعني قدام الناس توهكت ووقتها مدريش اللي صار يعني طلبوني البطاقة أنا وأخوي اللي أصغر مني فعطيتهم على بالي أني بكون شاهد أو من هذا القبيل تفاجأت اللي الشيخ قال لي تعال وجيت عندها وقال ردد وراي المهم قبلت بها زوجة ومدر وشو من إيش أنا ما استوعبت وقتها لأن أصلا ما براسي زواج ولا فكرت بالزواج ما استوعبت الموقف إلا بعد ما صار الحدث ولو أن عقل الحين يعني معاي كذا ما صار ذا كله سبب المجاملة والاحترام المهم استغلوا التفكير على بالهم أنه ناس صغار كذا وأن اللي سووهم على حق وعلى صواب المهم في نفس الحضور كان فيه بعض من خوالي موجودين فزعلوا على الوالد أنه ليش ما أخذتهم من بناتنا واش معنى كلهم الثلاثة ملكوا على ثلاث خوات فالمصيب أنه صار فيه يعني سوء تفاهم لأن واحد من أخوالي على باله أنه بناخد بنته فبشر أهله وتفاجأ أننا أخذنا ثلاث أخوات فصارت مشكلة ليلتها وزعل كبير خلاصة الكلام هذا كله أنه أخوي اللي أكبر مني مرت سنة وهم ملك ودبر أموره وتزوج وعسى الله يسعد ويهنيه وأخوي اللي أصغر مني بعد تزوج يعني بعد ملكته بثلاث سنوات وحتى هو إن شاء الله ربي يسعد ويوفق ويهنيه لكن أنا مرت علي ست سنوات والأنظار علي والناس تنتظر لأن وقتها أنا ما كنت موظف وبنفس الوقت عاتي بنفسي طول دل فترة اللي ملكت فيها أنه ليش ليش وحكت نفسي ليه ربطت نفسي وأنا أصلا ما فكرت لف زواج ولف شيء وليش هم جبروني يعني المسألة لعب وزواج تقليدي إجباري المهم شفت الوضع وضع أخواني وكذا فقلت يلا شكلها خيرة لي جتني وظيفة مؤقتة راتبها الفر لما سمعوا الأهل يعني أني أنا توظفت أنواع الاتصال تعال يلا تعال تزوج خلاص أنت توظفت وأهلها ينتظرونك وكذا حتى جدت يلا الله يطول بعمرة تتصل علي لو ما تجي خلال بالأسبوع ورب أني ما أكلمك فأقول في نفسي يعني لا حول لقوتي لبلون أنا وش سويت طيب يعني الحين وظيفتي مؤقتة وما صار ليلة أربع شهر قالوا لي يلا تعال بس ندبرك هم شيء نسمى أنها وظيفة بس فالمهم سويت لي شقة في نفس بيت أهلي وجهزنا للعرس وأنا والله والله ما حسيت بالفرح ولا بحماس الزواج كأني في عزاء والسبب براسي كل أن الطريقة كل من أولها لآخرها غلط ونفسي يا رجال لعلها خيرة خيرة إن شاء الله بعد الزواج بيكون وضعي غير وخيرة لي بإذن الله نفس كلامهم هذا ونفس اللي نسمع أكثر شيء قالوا أن تزوج ورب إن شاء الله بأنه يفتحها بوجهك طيب المبدأ في زواجي بالطريقة دي صح ما أدري يعني على فكرة يعني الزوجة هذه أنا ما شفتها ولا أدري عنها لأن سألت أمي والأهل كذي يقلوني إنها تجنن بكل شيء كثير منكم يعني يؤيد كلام الأم والأهل تجاه اختيارهم للزوجة المهم جاء وقت ليلة الدخلة ونتظر ونتظر بلهفة إلين جابوا العروس ولكن بيني وبينكم يعني صدمت أول شيء واضح من جسمها أنها مو بمليانة إلا سمينة فقلت وأنا بصراحة يعني طبعي ما يهم من الشكل لكن تعرفون يعني أنا ضحية غلطة وسمعت كلام غير غير عن اللي شفتها فبلعتها وسكت يعني ليلة راحت أمها وبعض الأهل وخلونا لوحدنا فقرت لها وبتسمت كذا وقيت لها مبروك وصليت وقريت عليها وكشفت عن وجهها وبرضو صدمة لأن حكس اللي قالولي بس قلت يلا ما يهم ما يهم الشكل المصيب اللي قهرني إن اكتشفت إن فيها مرض وعسى إن ربي يشفيها يا ربي يشفي مرضى المسلمين اللي هون مرض البهاق البهاق أو البرص يعني في جسمها أنا مادري وش أقول يعني يعني وقتها مو عش أنها مريضة بالبهاق بالعكس أنا إنسان نظرتي للجوهر قبل المظهر وعمر هذه الأمور ما كانت يعني أو ما صارت مشكلة أو عقدة للناس اللي تفكر يعني بعقلها وكذا وما أعتبروا عاها لكن ليش يغشوني ليه ليه ما قالولي من البداية ده كله كثير ناس صار معاهم كذا لكن ليش ده بظلم فقل لنفسي وش الزواج ده يعني مسكت نفسي أيام وبدأت أضحك وعادي وش موقف أصلا أنا منصدم قدام ذي المسكينة والله العظيم أني منصدم ما حسيت بطعم الزواج بسبب طريقة الزواج الفاشلة يعني لو أني أنا اللي اخترتها عادي بتحمل كل شيء ولا ألوم نفسي بشيء فجلست فترة ما لي نفسي بشيء ببداية الزواج في البداية من جد يعني عادي ضحكنا وسافرنا بس بعدها خلاص بدأ الكرة بدأت الحرب النفسية قلت نفسي ولا دصبر كثير الزواج وبداية الزواج وهم تعقدوا لأنهم انتقلوا يعني من مرحلة عزوبية إلى حياة زوجية فيتغير عليه الروتين ويتعود بعدها على الزواج بيكون وضع إن شاء الله زي غير واستقرار وحياة سعيدة لكن للأسف أنا كل شهر أسوأ من شهر والله العظيم أن هذا الزوجة يعني طيبة طيبة وأخلاق ودين ولا قصرت معاي بشيء ولا عمرها زعلتني بشيء وتحترمني من كل نواحي باختصار والله إنها كاملة والكمال لله تحبني كده من قلب لكن أنا تعبت عجزت أني أتأقلم عجزت أني أساير ما بغى صالف معاها ما بغى ضحك معاها ما بغى أقول ولا شيء ما أدري ليش والله لا عندي علاقات ولا أعرف بنات ولا عندي أحد في بالي ولا شيء لكن سبحان الله ما أبغى أتكلم معاها أسافر طول الوقت بالسفر تتصل عليها ما أحب أني أرد عليها ما أحب حتى أسمع صوتها إذا كلمت أحاول أني أمسك نفسي عن الهواش أبغى أي مشكلة بس عشان أتهاوش معاها تقوم تجيب لي هدايا أقول لي ليتها ما جابت تسوي لي يعني أكل حلو أقول لي ليتها ما سوت تلبس لي أحلى لبس أغصب نفسي بس عشان أجاملها يا ناس أنا عارف نفسي زين أنا أعرف يعني إيش تبغى الزوجة أعرف متطلباتها أعرف وش تكره لكن أنا هذا الشي جيت عكسه أدري أني مقصر في بعض الأمور معاها وأدري أنها صبرت وأعرف أنها لازالت صابرة وأعرف أنها مسكينة وضعيفة وأعرف أن لها ألف حق بس أنا بكل شي ما قصرت معاها إلا بالكلام الحلو ما قلت لها وأدري أن هم شي عند البنت كلام زوجها لها ورومانسيته يعني تساوي عندها الدنيا وما فيها رغم أني أعرف هذا الشي لكني ما زلت أجي عكسه ما أطيق منها أي شيء أبدا قلت لأخوي قل لي حرام عليك مسكينة اللي تسوي ترى حرام فزاد همي قلت نفسي يا ربي هل هذا خطأي مع العلم يعني هذا الشي مو بكيفي كل السالف أصلا مو بكيفي إنه ليش أنا وهاكت نفسي فدامها مسكينة ومن هذا الكلام وكلكم تقولون مسكينة مسكينة في موقف زي كذا طيب أنا وش أكون يعني وليش كل ذا الحمل علي أنا يعني ما لي إحساس مثلا ما لي شعور تتوقعون يعني هذا الشي بيدي والله لو بيدي ما قلت لكم ولا وصلت نفسي للمأساة من كل جهة ما حسني متزوج حتى أني ما أعاشرها أبدا يعني تتوقعون ده الشي بكيفي والله مو بكيفي صبرت وصبرت وصبرت لازلت أعاني ورحت الشيخ واستخارت وسافرت الوضع أبد زي ما هو للأسوأ فأنا الحين بصراحة مقرر الطلاق لكن المشكلة إنه هي وأمها وأبوها وأهلي أدري لو أني طلقت بخسرهم يعني أقل شي سنة إلين تعود المياه إلى مجاريها فالله يسامح من كانوا السباب ورطوني وفتحوا علي ألف باب وباب فأنا أنتظر رأيكم يعني في الموضوع بكل إنصاف هل قراري بالطلاق على حق أو لا وآسف جدا أني طولت عليكم وأسأل الله العظيم أن يوفقكم دنيا وآخرة وأن تكون بيوتكم من أهل البيوت السعيدة إلى هنا انتهت قصتنا لليوم أتمنى أني أشوفكم في قصة جديدة وفيديو جديد أنا وأنتم بخير دائما إن شاء الله إلى ذلك الوقت استودعكم الله ترجمة نانسي قنقر